من صلاح الدين إلى بغداد وباقي المحافظات حيث المشكلة تؤرق الجميع بمستويات متشابهة أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة شهباء العزاوي إطلاق حزمة توجيهة طبية واجتماعية في إطار جهود التوعية بخطر سرطان الثدي والقضاء عليه وأقالت العزاوي أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشعى السوداني يتابع ملف التوعية والإرشاد التي انطلقت في شهر تشرين الأول الجاري وذلك بإعاز من منظمة الصحة العالمية للتوعية بحالات سرطان الثدي وضرورة تكثيف الجهود لحث العراقيات على إدراك خطورة المرض وإجراء الفحوصات الدورية بانتظام بهدف الكشف المبكر عن بوادر المرض لسيطرة عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر